الدعاء دين خاطبت الرسل به أممها وهو من أجل أرفع العبادات لتظهر ضعف العبد و فقره إلى ربه الإنسان دائما يذهب بفقره كله إلى ربه ثم يخرج في كامل قوته إلى الناس لهذا الدعاء آداب و سنن يكون بها أحرى أن يقبل و يستجاب نعم وهذا باب طويل لكن نذكر شيئا منها نعم فضل يعني من آداب الدعاء أنك أول ما تبدأ الدعاء تمجد الله عز وجل جميل و تثني عليه يا أخي والله لو كان الدعاء من أوله إلى آخره فقط تمجيد حتى لو لم تدعو الله ولا بدعوة واضحة يكفي هذا أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباؤ إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه سبحان الله هذا دعاء الكرب لا إله إلا الله ولذلك نعم لاحظ الكلمة هذه قالها يونس عليه السلام ماذا قال قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أين الدعاء ما في دعاء قال الله فاستجابنا له هنا فقط مجد الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين و كذلك ننجي المؤمنين ما قال ما قال فاستجب لي مثلا يا رب افعل بي كذا فقط أثنى على الله أثنى على الله فجاء الجواب على طوب مباشرة من الله سبحانه وتعالى سبحانه فقدم إذا جئت يا أخي مهو بغلط أنك قبل ما تدعو تجلس شوي تفكر ماذا أقول ربي بعد شوي أنا الآن بصلي و أسجد جهز جهز قبل ما تصير التجهيز في وقت الدعاء مثل ما أنت و لله المثال على تريد تدخلك على مسؤول تجهز نفسك و خطاب تعيد عشرين مرة و تقدم بمقدمات ربما أنت غير مقتنع أنه أهل لها لكن تقول حاجتي عنده فكيف بمن الفضل كله بيديه و حاجة لك و الخير كله بيديه و الأمر إليه عز وجل يا أخي أثنى على الله و بالمناسبة الله عز وجل يحب المدح يقول عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله لأنه لأنه مستحق له نعم لأنه سبحانه وتعالى مستحق له رب الفضل و النعم فلذلك أنت أثني على الله ترى الله يحب أن يسمع منك و وش يقول مثال الآن في الثناء يعني أنت الآن مثلا في أزمة و كربة اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا منجي المستضعفين يا منجي الغرقة يا منقذ الهلكة حتى مبلازم بهذا السجع لك الحمد لك الشكر يعني مبلازم أمسك لي كتابك و دقرة زي المهم أخرج ما في قلبك الله يريد أن يسمع منك أنينك هذا يحبه الله بكائك يحبه الله شيء عظيم وله عند الله منزل عظيم لا تدري ما هي فلذلك حتى جاء في الأثر أن الله يقول لجبريل يا جبريل لا تجب لا تعطي فلانا إجابته أو يعني سؤاله فإني أحب أن أسمع دعاءه فالله يحب أن يسمع الدعاء يحب منك أنك تدعو فأقدم بهذه المقدمة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم أظهر فقرك لربك يا رب أني أذنبت وأخطأت و قصرت ما حصل إنما هو بذنوبي أعترف بتقصيري لاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا سيد الاستغفار ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت في التوحيد خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي كل هذه المقدمة فالأخير فاغفر لي بس ترشف كلمتين فاغفر لي و رجع ثاني مرة و ثاني على الله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فأنت يعني تجد أن الدعاء الآن لا تلاحظه من أول إلى آخرة ثناء على الله ثناء على الله فأنت أظهر فقرك لربك و حاجتك و مسكنتك و اختمها و اختمها أيضا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بالثناء على الله فإن الدعاء بين الصلاتين لا يكاد يرد نعم